تهدفت غارات التحالف العربي منصة صواريخ ميدانية تابعة لميليشيا الحوثي كانت مجهزة لإطلاق صواريخ باليستية في مطار الحديدة الحربي شرق اليمن وأسفرت الغارات عن مقتل العشرات من ميليشيا الحوثي وجرح عدد آخر منهم يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس اليمني عبدربو منصور هادي قرب تحرير محافظة الحديدة التي تعد أهم معاقل ميليشيا الحوثي هذا وشنت طائرات التحالف العربي غارات على تجمعات وآليات قتالية تابعة للحوثيين في جبهة خب والشعف شمالي محافظة الجوف